موسيقى ولماذا رجعت في الربعة ونص ويقول لك إلى حالاته هذا لأنني ليشي أم لأن ابنتي علىì بتsembلت في الصوق مهم يدرك معي ب一定 تrocط وانا ما نجعل Abstion ويبلد هنا أليس وفي أسلي أو أستاذ ستت للمدير أردت كل منتو ويقول لك أخيف ايني في الكوميساريات وحصلت إلى الدليل وانا في الكوميساريات ديكلاريت بالضايع ديال بنتي ما خليت مادرت جوج دليل وانا بقى كان قلب مع الجيران ديالي بالطنوبيل وهذا ما خليت فين مشيت كاملة قلبت على بنتي وما لقيت هاشي في الصباح عندي وصلت خوها المدراسة كان عايت لديك الحارس اللي شد عليها مالطاني جهتا وقت باش يجي لعندي شير لي بيده وخلني وقفه في الباب شوية كانت تفاجأ بأنها بنتي جي يمور واحد لأستاذ آخر عضو في جمعية الآباء جات بنتي ترمت في الحضن ديالي وكاتبكي زرقه وكلها كاترعد كتقول لي اماما انا هي الديني من الهناية هي الديني اماما من الهنا ممكن رادر بعد اشي واحد ما عبرني رجعت الكوميسارية باش نسقط هذيك الشيكاية قلت له انا بغيت نديك لاريب المؤساسة لحقاش هذا اهمال كانت تفاجأ بأنها في الكوميسارية شنو عادي يقولوا لي قالوا لي ما عندك شيء الحق لحقاش هما مشدوشي اليها بالعاني بان بنتي انا تشد اليها لك كاملة يفغغ ما عندي شيء حق بانا انا اعرف بنتي انا اعرفها شو كتبه ورد الحالي سيدة بس معاكة تغول سباوالو قال لك ما سمعوا هاشي قال لك هو مشالت الماكينة وشاف هذا قال لك ما كينتشي واحد تماما لحسا كنت في الصباح شافت الاسد الرياضة قاتل ماما كانت المنطقة ديال اللوبة كانت ما شافت اصد الرياضة بذلك كانت تغوت شافل اصد الرياضة عاية للحارس وعاية لديك العضو في جمعية الاباء كي يحلوا الباب كي يلقوا لعيلة تماما ما عايتوا لي يقولوا لي بنتك رحنا القيناها متى شيء حاجة حسا كنوصل خوها كنلقى بانها تماما كنلقى العيلة بانها تماما في المؤساسة من دخلت الادارة كنهضر مع المدير ماذا عادي يجاوبني قال لي انتي مع النفا بنتك هربت منك بنتك انا بنتي عندي صحاباتي انا اولادي انا ام مطلقة وعندي ثلاثة العواول هذه احدى شهر عامو انا مطلقة وهازاليهم تدلي ما زلتها شيء واحد كي يقولي انا بنتك مع النفا وهربا من مدير ماذا هي تشكاس المودة قلت ان تقلع على المدير ماذا هي تقلع على المدير هو قلعها من عنده بنتي في فصل الكوميسارية قلع كي يصاربوا من المؤسئولية هي في فصل الكوميسارية كي تنسقط الشكاية تمكيناتك سقصها قال لي واش نخليك بوحدك نهضر معك لك تخافي من الماما قتلوا انا لا خرج سيلي ماما حتى انا نخرج خليلي الماما حدايا انا مهربت شيء من ماما ويقول لك لا اشافتك في المؤسسة كي هربت تقول لهم انا مشوفت شيء ماما في المؤسسة وانا الحارس العام يقول لها جيبي ولي الامر ديالك الى غيبات كي نجي انا لحقا ومعارفين في المؤسسة مع ان ذاتين واحد عادي يجي وكان احضار قال لي انت ممتبعها انا يومير في الادارة هذي عماين باش دخلتهم من هذه المؤسسة يومير انا في الادارة وقل نوصل الولادي وكان جيب انا كنت شكا منهم على هاتشي داروا بنتي في واحد الحالة يرطى لها دابل برح مشات المدراسة بقيت كنسة يسمعها باش تبشي المدراسة منين مشات المدراسة كل شيء يناعت فيها اه بنتي معايشي واحد فين مشيتي فين هادي البنت صفي البرح لهار انا كانت معايشي تلميذ معايشي تلميذ وابنتي ما كانت بنتي عندها 16 عام في عمرها وكان عارف بنتي وخكت غلط واخدك هذا السند المراهقة انا مقرأتشي الحق البنتي ولكن الحق ديالبنتي لحقش مراهقة اي اطفال دابك كاملين كي يهربوا من المؤمن مدراسة ما وجدوشي المتحانات كاملين يهربوا ولكنها في وسط المؤسسة ما تخرج ليش من المؤسسة وانتبا منك تلقاوا اطفال قاسين تسمكينها علش معايشي تشدهم وتصقصيهم شمال المادة عندكم علشي قاسين هناك من حقي هادشي ونمشي من حقيه دبعا ما اقولشي ردوه الظهري بانا انا كان عنا في بنتي ويجيوا عندي للدار ويجيوا ويصقصي وانا ما ينشي ويشوفوا كيفاش عايش انا مع اولادي ايه كيفين قاموا يفتح الحارس يجيوا غدية في الصباح غدية في 8 صباح من ثلاثة القشية دامتنا غدية في 8 صباح يفتحوا القوة انتك واحدة معها محدة واحدة ويجيوا بنتك تأكد لorton ولكن طبيب نفساني ما لقد قد أردتش لاحقا واحد يرتبع إذا لم تصور بأننا نأتي ونعسو كتب قاتبكي ماما تشديش الباب ماما تطفيش الضوء نعسى حدايا وكلها تسرعد يعني ماذا سهلا للاف الطوالد في المرحب وكي يزيدون يستقصي هذا الأساس إذا كنت تستطيع أن تسلط للاف الطوالد هذا سؤال بأنك أنت نأب تستطيع أن تستطيع أن تسلط طفلا هكذا كيف تستطيع أن تسلط للاف الطوالد كانت بالطوال لفص القسم فص القسم والساحة بالغاية هذا استعمل حرص التي تتحرقها لدها لانا قلت لغيا في النهار والخميس التي لم تدخلت شيء قال أنهم كيف تستطيع أن تسلط الالف الطوالد وإذا ما الذي يريدون تستطيع أن تصدقها على طفلها هذا المكان الذي تشدد شخص والسن لها حارج لذا كنت أكبر بهم وضع أنني احقيق وضع أنني من أليك انا لا تجد القرامة لبنتي لا تجد شيء تساعدون معك سوف تبقى للموت المؤسسة لا واشوفون شيء ضغطي لنفسك وانت تنسى بإعداد كل ليلة ولكنها تغوتها تغوتها وثبك في الطوال كل ليل كامل اذا لم تتوقع في الصباح هذا الحادث لا يوجد كل مؤسسة عند أحد الساكن كيفية المؤسسة المؤسسة لا يسمعوا مؤسسة كبيرة وماذا نستطيع هذه التواليدة؟ خارجة على الإدارة وخارجة على الأقصم يجب أن تطبع اصلاح ولم يجب أن نقزوا يجب أن نقوم بتطبيق تطبيق يعني على الأقصم وليس على مسكنة الحارس ماذا حدًا، أو غداً ولا تقوم بالدمسة التواليدة بأنهم تنتظروا من الشئ يجب ان يدخلوا من المؤسسة المؤسسة يقول لك أن نقزة اسم المؤسسة ومشاة المؤسسة اخرى كلها وماذا يقول كلها هدرت مع المدير قال لكم انا ما عندي مندير لك الحارس باز وشاف وما قلنا شي بنتك تماية وحمد الله وحمد الله من البنتك لقيتها في الطوالة المجدودة ليها مدى هاشي شي واحد وشهد أسلوب اشتدر مع ام اللي محطمة بيته لك كاملة ويكت جريف زناقي والذي بغيته هديره في الأخير قال لك اللي بغيته هديره هديره يلا واش هذا اسلوب واش هذا منطق هذا استدكار باجيال هذا ماشي استدكار باجيال اما شكنا الطالب جانية يصحبه الطفل يضمنه معاك يضمنه معايا باش انا هي النفسية ديال بنتي نفسية ديال بنتي دبال عيلك تخط ماما انا عدي يشده معايا الدد عدي سقطوني عدي يديره عدي يديره شو المستوى عندها تسعة مصر دولي اه ما عرفت شده باش ما عادي يديره حتى في المخزن قال لك لا ما عندك شي حق فينا هو هاد الحق بانا ما عندي شي حق بانا ندكراري بالمؤساسة بشيس يعني جمعية أولية تلبية المؤسسة واحد منهم اللي لقاها بصباح واحد منهم اللي لقاها بصباح واشي في جنبك قال لك حركة جمعية تعاونوا معاك تشي حاجة شبر في بنتي وشبر فيها خرجنا من المؤسسة بانا ما كين تشي حاجة وصل معي حتى نسترق لا هدراء لا تشي حاجة بانا ما كين نوالوا بحالة موقع تشي حاجة بحالة هذه كمماشي إنسانة تشي حاجة بانا المدير ماذا عندك شي راجل قلت له ما عندي شي انا فيها الراجل فيها المرأة انا مطلقة قال لي واشتي منك يكون الراجل كتكون هدراية اخرى يعني انا كامرأة بانا ما عندي شي حق باش نهدر لماذا هذا الظلم و هذه الفرزيات بانا وقال الراجل عادي تديروا له الحساب بانا همار ما عندها شي الحق بانا عندها حق تهدر على اولادها موسيقى